هل نستطيع القول أن حكومة الدكتور نظيف كانت مخلصة أو مخلصة نية لتطوير التعليم في مصر ولا حالة كنت بتشتغل في إطار وضع عام إمكانيات بزلت جهد في حدود المتاحة لا كان الحقيقة السياسة والتوجه أن كان فيه فعلا نية صادقة لإصلاح التعليم وكان فيه حاجات ومشروعات كثيرة جدا تمت في اتجاه إصلاح التعليم وإصلاح المدارس وإصلاح الوضع كله والكلام ده فيه جزء منها للأسف يعني دلوقتي يعني يعني الضهر الضهر نتيجة يعني الحاجات السنوات اللي فاتت دي الضهر لكن كان فيه بعض المعاكسات اللي كانت بقى بتبقى يعني في بعض الحاجات بقى اللي كان فيها مواجهة مثلا أو تضطر أن أنت تواجه وتأخذ حاجة ضد يعني لموضوع معين قد يصطدم بمسلا بعض رجال الأعمال قد يصطدم ببعض الناس زو المصالح فتلاقي يعني ايه معارضة شوية كده من أحد الناس لكن بقولك في الحقيقة أنه في النهاية والتوجه العام أنه لا وأنا أذكر في ذلك مثلا مرة كان فيه وقعة شهيرة جدا كده وجابوني في مجلس الشورى وكان توجه البعض يعني أنه هات الوزير دمى نزباطه يعني فإن الله يضاف على زينة أمان وأنه دايما يعني استخدر الآية دي وآيات القرآن كلها يعني حقية لما رحنا لمجلس الشورى كانت لجنة تعليم لجنة تعليم عادة بيحضارها يعني القلائل المهتمين بالتعليم ساعتا كان حضرها تقريبا المجلس كله وسبحان الله يعني المجلس كله من اليمين إلى اليسار مرورا بالوسط وجميع الفئات الموجودة يعني والترجوهات الموجودة والمجلس كلهم قالوا كده بالنص يعني أنت صح وانت مظبوط وما تسمعش كلام هو مهمش زي ماتا وكانت لضارة حتى أن رئيس اللجنة في ذلك الوقت أنا فاك قال هذه مظاهرة تأييد لوزير التعليم وأنا قلت في أحد الاجتماعات قبل ما أروح هذا الاجتماع قلت الوضع أهو والرد عليه كذا وأنا بكرة في المجلس حقول الرد ده ده الرد الحقيقي والواقعي والمنطقي على الكلام اللي بيت قال ده وكان الحقيقة اللي كانوا موجودين بس أنا مش عايز أقول لأسامي في ذلك الوقت قال لي يعني واحد ولا حاجة قال بلاش يعني تقول كده وتقول لا هقول كده أنا متهم وجاء لي جواب رسمي بيقول لي أنت غلطان وانت عملتوا يا أستاذ قادي القانون وقادي العقود وقادي الإجراءات وقادي القواعد وقادي الدراسات اللي بتقول كده وبتاعه وحقول الكلام ده نعم النتيجة النتيجة دي على ربنا بقى نتيجتها أن يقولون لي لأ التكل على الله روح نتيجتها يقول لي لأ مش عايزينك نتيجات دي بحاجة ما تفرقش معي خلص ففعلا كان كده أيوة النهاية لأ قول وصبحت الصبح فعلا تاني يوم قلت الكلام ده وكانت النهاية اللي قلتها لحضراتك دي أن رئيس اللجنة قال لي هذه مظاهرة تأييد لوزير التعليم موسيقى